بقوة وحماس يندفع الطلبة المقاتلون يستعرضون فنون القتال المتلاحم والدفاع عن النفس في الامام مباشرة وعلى برجي ميدان الجبال مقاتل الصاعقة ينفذون اعمال النزول من الارتفاعات المختلفة وعلى الاجنب ينفذ الطلبة المقاتلون من الكلية الحربية وكلية الشرطة بمشاركة القوات الخاصة من رجال الصاعقة والمظلات اعمال النزول السريع باستخدام الاسلاحة الصغيرة امام المنصة مجموعة من الطلبة المقاتلين يستعرضون امام حضراتكم العديد من حركات الاشتباك الحر والقتال المتلاحم وايمانا من القوات المسلحة باهمية تشقيع الابطال الرياضيين ليتبوأوا المراكز الاولى في البطولات والمحافل الدولية يشرفنا اليوم ابطال مصر الحاصلون على ميداليات اولمبية وبارا لمبية في بطولتين توكيو عشرين عشرين ومعهم ابن القوات المسلحة العقيد دكتور مهندس محمد عبدو ابو استيت الحاصل على المركز الاول في بطولة العالم للكيك بوكسنج اير فورس وان امام المنصة مجموعة من الطلبة المقاتلين ينفذون حركات الاشتباك الحر انهم حماة الغد سلسال الابطال نعم الرجال الدرع والسيف وقت البأس والنزال بنات الخير بعزيمة قادرة تقهر المحال يقين بالله راسخ كرسوخ الجبال دمتم لمصر عونا وبكم تتحقق الامال تتحقق تتحقق تتحدى